أعزائي المشاهدين في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في أولى حلقات برنامجكم همسات في حياتنا برنامج همسات في حياتنا هيكون همزة الوصل بين جميع أفراد الأسرة اللي من خلاله هكون معاكم كل أسبوع هنتكلم عن كل ما يخص الطفل والأسرة والمجتمع النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم كل بيت في مصر الموضوع ده بيتكلم على التنشئة الاجتماعية وإيه هي التنشئة الاجتماعية التنشئة الاجتماعية هي العملية اللي من خلالها بقدر أخلي الطفل يكتسب كل الخصائص الأساسية للمجتمع اللي بيعيش فيه سواء بقى هكسبه قيم المجتمع اتجاهاته عاداته معايير السلوك المرغوب فيها في المجتمع التنشئة الاجتماعية دي بتكون عملية مستمرة مدى الحياة بتبدأ مع الطفل منذ اللحظات الأولى وحتى لحظات الوفاة يعني بتمتد معاها طول فترة حياته تقريبا وبشكل عام ممكن أقول أن التنشئة الاجتماعية هي عملية تعليم وتربية أو تربية في الأول وبعد كده تعليم لأن بيكون هدفها الأساسي هو تشكيل شخصية الطفل من جميع الجوانب بشكل شخصية الطفل سواء بقى من الجوانب الروحية من الجوانب العقلية من الجوانب الجسمية من الجوانب المعرفية جوانب سلوكية وده بيكون وفقا لعادات المجتمع اللي هو الطفل بيعيش فيه ووفقا لنظم التفكير السائدة فيه والتنشئة دي بشكل أساسي بتكون تعتمد على مؤسسات المجتمع سواء المساجد، الكنائس، مراكز الثقافية، المدارس، الحضانات بس يمكن أكتر حاجة بيكون فيها الاعتماد الأكبر للتنشئة الاجتماعية الأسرة والمدرسة طبعا الأسرة لأن الطفل بيبقى مقيم فيها وهي اللي بيتلقى فيها كل التوجيه والرعاية من هو صغير كمان المدرسة لأن المدرسة طبعا يعتبر بيت الطفل الثاني واللي بيقضي فيه نص يومه تقريبا سواء كان مدرسة أو كيجي وأنا بأكد طبعا أن الدور المهم في عملية التنشئة بيكون بصفة خاصة، بصفة عامة على الوالدين وبصفة خاصة على الأم وهنا هاجي لسؤال مهم قوي إيه هي أساليب المعاملة الوالدية اللي ممكن يستخدمها الأباء في التنشئة الاجتماعية؟ طيب يعني بمجرد أنا ما بقول أساليب معاملة والدية بتيجي في دماغي على طول كل السلوكيات اللي يستخدمها الأب والأم أو كل السلوكيات اللي هتصدر عنهم هما الاثنين الخاصة بالتوجيه والتربية أنه هما إزاي يدوا السلوكيات للطفل تؤثر فيه وتؤثر فيه شخصيته بشكل يتناسب بشكل طبيعي بشكل إيجابي مع المجتمع اللي هو عايش فيه طبعا بيلاقي أساليب كتيرة جدا من التنشئة من أساليب التنشئة الاجتماعية يمكن أغلب الأساليب اللي هي المستخدمة عندنا الأسلوب الديمقراطي واللي فيه للأب والأم بيدوا مساحة من الحرية للطفل وبيخليه عبر عن نفسه وبيخليه عبر عن احتياجاته بيسمح للطفل أنه هو يكون عنده مساحة من الحرية يعبر فيها عن شخصيته وعن تفكيره فيه بعض الناس بتستخدم طبعا الأسلوب المتسلط اللي بيكون فيه الأب والأم هما اللي بيعملوا كل حاجة بيسيطروا على الطفل سيطرة كاملة بيسيطروا عليه أغلب الوقت لدرجة أنه هو ممكن يكون فيه حاجات هو المفروض يعملها بنفسه للأسف هما بيعملوها نيابة عنه وهنا طبعا بيمنعوه من إحساسه بنفسه إحساسه بثقةه بنفسه إحساسه بالاستقلالية كمان فيه بعض الأباء نتيجة خوفهم على أبنائهم بيستخدموا أسلوب الحماية الزايدة وده نتيجة أن هما خايفين أن الطفل مثلا يتعرض لآزة أو يقع في مشكلة معينة فيكونوا عايزين يحافظوا عليه أغلب فترة ممكنة أو أغلب الوقت أن هما يحموا أغلب الوقت حتى من نفسه والأسلوب ده طبعا بيظهر في شكل تدليل زايد بالنسبة للطفل وده بيخليه في المستقبل ما يعرفش يعتمد على نفسه أو أنه هو طبعا يكون دايما يتعود أنه هو يكون منقاض أو يقول لي قائد دايما يقوده في حياته حتى بعد ما يكبر طبعا فيه أساليك كتير للتنشيئة الاجتماعية وده اللي هعرفه خلال الحلقة النهاردة إن شاء الله وطبعا بعد ما أرحب بضيفي دكتور هاني رمضان خبير تعليم ومدرب دولي معتمد منصق مصر والمدير الإقليمي لجلوبال ترينر أكاديمي الدولية ومدير برايم أكاديمي مصر سعداء جدا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك نورتنا بما أننا تكلمنا عن التنشيئة الاجتماعية بقى أول أساليب المعاملة الوالدية أنا أحب أعرف بقى من حضرتك بما أن حضرتك مدير الأكاديمية برايم هل فيه برامج تدريبية ممكن من خلالها الأكاديمية تقدمها مثلا للأباء والمعلمين بما أن الطفل طبعا بيبقى نص اليوم في المدرسة أو في الكيجي ممكن يكون فيه برامج تدريبية أعلم الأباء والمعلمين كيفية التنشيئة السليمة أو إزاي يتعاملوا مع الأبناء بصورة كويسة أو بصورة سليمة تطلع لي نشء إيجابي في المجتمع طبعا في البداية أنا برحب بوجودي النهاردة في برنامج الصحة والجمال مع حضرتك وسعيد جدا بالتواجد وسعيد طبعا بكل السادة المشاهدين في البداية طبعا الموضوع اللي حضرتك الكلمتي فيه موضوع كبير جدا وموضوع مهم جدا في الفترة الحالية واللي هو تربية النشأ تربية النشأ ده علي عمل مهم جدا لأن تربية النشأ هو الشباب اللي هيبقى موجود وهو اللي هيبني المجتمع بتاعه فطبعا لازم يبقى فيه دور في برامج التدريب زي ما فيه دور للمدارس للمعلمين داخل المدرسة فيبقى فيه دور أيضا لبرامج التدريب في البداية بس احنا فكرة التجريب بتاعتنا او احنا لما بدأنا نفكر في الموضوع ده سواء احنا عن عالج النشأ الموجود نتيجة ان فيه ظاهرة اصبحت موجودة في المجتمع بصفة عامة وموجودة في كل الاسر المصرية هي صعوبة التعامل مع الابناء وده الظاهرة دي اصبحت بتشكل توتر كبير جدا داخل الاسر المصرية فبنلاقي ان فعلا الام دائما بتشتكي والاب دايما بيشتكي من معاملة الابناء ان الابن اصبح منتمي لحاجات كتير جدا خارج الاسرة تبقى كده فيه فعلا برامج تدريبية ممكن الاكاديمية هتقدمها لتوجيه الاباء والمعلمين ازاي يتعاملوا مع الابناء البرامج التدريبية اللي هتكون الفكرة القائمة عليها او اللي كل الاكاديميات تقريبا المفروض انها بتشتغل عليها بس احنا عايزين نخصص جزء اكبر لها احنا بنقول ان احنا دلوقتي في عصر الرقمان وبنقول ان كل الاطفال او الابناء دايما مشغولين في الاسرة عن اباءهم يعني مهماش موجودين معهم نظرا للتكنولوجيا الموجودة يعني احنا بنلاحظ كلنا ان الابناء دايما خلاص كل واحد في الاسرة منشغل بالتكنولوجيا كل واحد مع الموبايل بتاعه قاعد بيشتغل به فبالتالي ما بيبقاش فيه اهتمام داخل الاسرة ما اصبحش فيه تماسك في الاسرة المصرية التماسك ده جاء نتيجة ايه نتيجة فرض التكنولوجيا على الاسرة نفسها طب ممكن حضرتك تدينا نبزة مختصرة عن جلوبال ترينر اكاديمي وبرايم اكاديمي وإيه علاقة ما بين الاتنين هقول لحضرتك هو في البداية انت عايز تخصصي بس الموضوع فما فيش مشكلة في البداية انا هتكلم هقول ايه الفكرة جات مين احنا عندنا جلوبال ترينر اكاديمي دي اكاديمية دولية موجودة اصلا في اكتر من دولة في دول العالم بما فيها دول الخليل ودول اوروبية هي اكاديمية جلوبال اساسا او هي بنقول هي منصة تعليمية المنصة التعليمية دي مرخصة تحت اكاديمية اسمها بي في تي الاكاديمية دي موجودة ولها ترخصها برا مصر بتشتغل عبر منصات تعليمية طبعا موضوع المنصات التعليمية ده موجود في العالم كله اللي هو من خلاله بييتم بس البرامج التعليمية عن طريق من الولاين وكل العالم شغال بكده بدليل ان احنا النهاردة او الفترة دي في مصر بنشتغل في المنصات التعليمية حتى في وزارة التعليم والتعليم بنشتغل منصات تعليمية نتيجة الظروف الحالية او جائحة كورونا بدأنا نتجه كلنا لشغل الانلاين طيب البرامج بقى احنا جينا عملنا ايه هنا في مصر بقى احنا اصبح موجود معنا اكاديمية جلوبال ترينير اكاديمي بدأت تنتشر في مصر بشكل كبير جدا عن طريق انضمام اعضاء لها الاكاديمية الهدف الاساسي بتاعها نشر الثقافة والوعي والفكر والاهتمام بالإيديوكيشن لان الاكاديمية الاصل بتاعها اللي هي الاكاديمية البي في تي لمتد المرخصة برا دي كل شغلها إديوكيشن الاكاديمية خالية تماما من اي نشاطات حزبية او اي نشاطات سياسية او اي نشاطات دينية ليس لها علاقة باي حاجة كل اللي بتشتغل فيه الاكاديمية هي المجال التعليمي لجميع المراحل لجميع المراحل طب ايه البرامج اللي ممكن تقع احنا الاول عملنا ايه في مصر بقى عشان نبقى احنا هنا موجودين في مصر على ارض الواقع ويبقى لنا سبات او وجود عملنا اكاديمية موجودة في مصر اسمها برايم اكاديمي برايم اكاديمي اكاديمية تم ترخصها موجودة في مصر اللي هي تعتبر الوكيل الجلوبل تيرير أكاديمي برا مصر لها الاداكاديمية الدولية فاصبحنا كده بنشتغل داخل مصر بنتشرنا الموجود بشكل سليم او بشكل واقعي طيب هل كل اللي بيحصل على عدوية أو من برايم تحديداً بيكون مدرب ولا دي بتبقى عضوية عادية؟ لا يا فندم هو الفكر التشغيلي بتاعنا في البداية أساساً احنا هنشتغل على شقين طبعاً احنا لما نجي نقول البرامج التدريبية بنقول ان احنا هنشتغل برامج تدريبية فيس تو فيس يعني في أماكن موجودة هيتم تنفيذ برامج تدريبية هيتم تنفيذ مؤتمرات هيتم تنفيذ ندوات هيتم تنفيذ وراش عمل كل ده هيتم فيس تو فيس في المقابل احنا هنشتغل الونلاين هنشتغل الونلاين عشان الونلاين مطلوب الفترة دي هنشتغل منصات تعليمية هنشتغل كل شغلنا على الشقين الشق اللي هو فيس تو فيس والتاني اللي هو عبر الونلاين او برامج الايه الونلاين في التدريبات بالنسبة اللي بينتمي للأكاديمية كعضو او مدرب هو كل اللي بينتمي للأكاديمية واحنا بنتلع له كرنية عضوية انه هو موجود معنا هو عضو وليس مدرب لأنه أنا عشان أقول عليه مدرب لازم يكون فيه مواصفات كتير قوي أو فيه تاست بيمر به عشان أنا أحكم عليه أو أقول عليه أنه هو مدرب طب هسأل حضرتك برضو الفئات المستهدفة من البرامج اللي بتقدمها الأكلمية الفئات المستهدفة من البرامج اللي بتقدمها هي كل الفئات كل جميع المراحل أنا هتم أو إحنا هنهتم كفريق أعمال لأن إحنا حالياً منتشرين على مستوى الجمهورية لأنه يعتبر فروع هتبقى موجودة في جميع المحافظات على مستوى مصر الهدف بتاعنا الأساسي أنه نحن النشأ ده رقم واحد ده هنهتم بيه ببرامج كتير هنهتم بجميع المراحل العمرية في التدريبات هنهتم بالأسرة المصرية في التدريبات جميع أنواع التدريبات هيتم بتدريبها داخل أكاديمية برايم أكاديمي هل الأكاديمية لها فروع في مصر ولا هل موجودة في مكان معين؟ لا الأكاديمية حالياً تم ترخصها وتواجدها في مكان واحد بس حالياً لكن مستقبلياً نحن بنسعى للتواجد في جميع المحافظات لكن هي موجودة حالياً في جميع المحافظات عبر شبكات التواصل الاجتماعي موجودة عبر المنصات التعلامية أو عبر منصة الأكاديمية برايم أكاديمي موجودة في جميع المحافظات حالياً ولنا أعضاء منتمين لنا بكرنيهات عضوية في جميع المحافظات ولكن المقر الرئيسي بتاعها في المحافظة الداهلية موجود المقر Brian Academy ده المقر الرئيسي تمام بس في المستقبل طبعاً هيبقى لها فروع في كل المحافظات ده اللي بنسع له ان هيبقى لها فروع في جمال المحافظات وحتى هي لو ما بقاش لها فروع كأماكن في جمال المحافظات يمكن التدريب في أي محافظات تحت مسمى Brian Academy تتفقى ما فيش أي مشكلة تتفقاً طبعاً برحب بehدي في الثاني دكتور حسام المصري حضراتك نورتني طبعاً شرفت ببود حضرتك معي دكتور حسام مصري المنصق اسكندرية منصق فرع اسكندرية لأكاديمية برايم طبعا مع مدير الفرع هناك الدكتورة رانيا العبيدي والدكتورة شايمة عبد الرقوف دكتور حسام أنا بس عايز أسأل حضرتك هل حضرتك جربت تنضم مثلا لأكاديميات أخرى في مصر ولو كان ده حصل فعلا وانضمت لأكاديميات تانية في مصر إيه الاختلاف اللي لاحظته ما بين برايم أكاديمي وما بين أي أكاديمية تانية كنت انضمت لها فترة في البداية برحب بحضرتك وبوجودي مع الدكتور هاني رمضان طبعا أكيد أن أنا شاركت في جميع الأكاديميات الأخرى وسهمت في الجروبات التعليمية لكن أنا لقيت في برايم ترينج أكاديمي شكل تاني جو تاني تختلف عن جميع الأكاديميات الأخرى بشكل كل وجزر إيه هو الاختلاف؟ الاختلاف أنه لقيته أنه أكاديمي على الأرض واقع يعني بلاقي فيها ترابط أسري بلاقي فيها تشاور بين جميع الطواقف المجتمع بلاقي فيها تطوير علاقات شخصية كمان أنا بشوف فيها التعليم أولا يعني إيه التعليم أولا؟ بنشر فيها العلم والثقافة في جميع أنحاء الجمهورية من تخصصات مختلفة قد تكون متواجدة في مصر أو في خارج مصر كمان أنا شايف فيها الشغل التنظيمي الشغل التنظيمي بسمع فيه أراء أخرين وبلاقي فيها توصيات كمان بتتعايش مع قضايا المجتمع يعني يجاري فيه خلال فترة كورونا والفترة اللي إحنا عايشناها ما كايتش سهلة أولا أنا بشوف فيها تحديات مصر إزاي تقدر تتعامل مع كل بيت مصري وبشوف فيها كمان إنها أولا بتطور وبتنمي أفكار كوادر موجودة في مصر ما كانش لها صوت طبقت سياسة التعليم عن بعد تمام يا فندم وبعدين بلاقي كمان فيها وحدات تدريب على أعلى مستوى رؤساء مؤسسات وكمان أنا بشوف فيها متطلبات الاحتياجات الناس كلها بلبي طلباتهم بشوف إيه أراءهم يعني ما يكونش فيه فرض مجتمع بينفرد بأراءه لوحده لا ما فيش حاجة اسمها استقلالية بلاقي كل واحد بيجتمع على قلب رجل واحد والحمد لله وجودنا مع الدكتور هاني بشجعنا وبدعمنا أكيد طبعا بيدينا باور أكتر وشغلة أكتر في خلال الفترة القادمة وإن شاء الله هنشوف كمان توجهات تعليمية جديدة ومختلفة ببرامج تدريبية تكنولوجية تواصل عن بعض كمان بنشوف المدرسين وآراءهم بشكل متطور أنا بشوفه حاليا بلاقي خبرات مختلفة بكل واحد فيهم بيتكامل مع الآخر طب أنا هسألك سؤال من جزئين يعني الجزئ الأول بما إنك منصك اسكندرية لأكاديمية براين إيه اللي متوقع إنه يحصل في الفترة اللي جاية أو الأكاديمية تقدمه من خلالكم طبعا ده الجزئ الأول الجزئ الثاني اللي إمتى بتتمناه إن الأكاديمية تعمله في وجود دكتور هاني ودكتور هاني هو اللي هيرد على تعليق أكملنا الأول إن نلاقي الكلام ده والهدف ده رئيسي فعلا لينا ونحس إن إحنا عملنا عمل العمل ده بيتوقف على إيه؟ بيتوقف على كل واحد فينا واقف فعلا يعني عايزين نقول الأفكار والأراء دي كلها لقيتها بشكل ملموس فعلا بحسها ألاقي الطلبنا في خلال الفترة دي ومع وجودهم مع النظام الجديد في خلال التربية والتعليم أو خلافه ألاقي بقى مفيش أي شكوى من أي بيت مصري يقول لنا بنخاف من مشكلة السنوية العامة أو بنخاف من مراحل العمرية المختلفة تقصد إن أنت من خلال البرامج اللي هتقدمها الأكاديمية تحاول تحل المشكلات اللي موجودة في البيوت المصرية بالزبط كده يعني نحط إيدينا على السلبيات ونحاول نعالجها عن طريق الأكاديمية وبالأخص كمان منظومات الأسئلة والمقترحات اللي احنا بنحطها كتوجه تعليمي بحت رقم واحد طب هرجع لدكتور هاني بنفس السؤال اللي أنا سألته أنا بس عايز أقول حاجة قبل ما حدك تكلمي عايز أقول إن أجمل حاجة بتحصل حاليا في جلوبال تيرون البرامج أكاديمي هو الأسرة الوحدة إن هو انضمام حقيقي بجد من جميع محافظات مصر إن في مجموعات عمل بتشتغل وفق أهداف محددة وخطة ماشيين عليها عشان ننفذها ليه عشان نخدم مصر وعشان نقدم حاجة جديدة لمصر وده هدفنا كلنا اللي أنا بس عايز أأكد عليه وأقوله إن إحنا بنشتغل من خلال تنظيم له شكل النجاح لأن أي عمل عشان ينجح لازم يكون له تخطيط ويكون ماشي وفق منظومة ده في البداية الحاجة الثانية اللي بأكد عليها إن براين أكاديمي النهاردة في مصر هي متواجدة لها مكان مرخصة داخل مصر هي ملهاش علاقة بالأكاديمية الدولية يعني علاقتها بالأكاديمية الدولية فقط لا غير هي في مجرد الاعتمادات لشهادات اعتمادات دولية ليس أكثر طب في عجالة سريعة إيه اللي متوقع تقدمه الأكاديمية في الفترة اللي جاية؟ المتوقع تقدمه الأكاديمية في الفترة اللي جاية إن إحنا هنختارك كل المجالات اللي تقدر تفيد كل المجتمع اللي نحفي ونقدر نقدم به جديد لمصر ونقدر نكون عن طريق تجمعنا إن إحنا نبني كل حاجة موجودة في مصر مع بعض ده أهم حاجة عندنا إن إحنا كلنا بنفكر إن إحنا إزاي نعمل حاجة لمصر ليس أكثر اتشرف طبعا بوجود حضراتكم معي النهاردة شكرا الله وأنا سعيدة جدا بوجودكم معي وعزائي المشاهدين أتمنى إن الحلقة تكون نالت أعجاب حضراتكم وإن شاء الله الحلقة تتكرر كل يوم حد انتظروني الحد الأحد القادم إن شاء الله الساعة 3 ونص على قناة الصحر الجمال همسات في حياتنا مع دكتورة رشا الشيخ